مهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي يعود في طبعة جديدة ليجمع نجوم الفن السابع بعاصمة الأوراسبات شرقية الجزائر الدورة الثالثة من فعالية هذا الحدث الثقافي المتميز تحتفي بالسينما السورية والعربية والدولية ووجوه من الفن السوري مشاركة مهمة جدا لأي فيلم لأي جنسية لما بيشارك بمهرجان عربي أو عالمي هذا بيعمله مثل شهادة شهادة مرور لحتى يمر أيضا إلى مهرجان آخر وآخر وآخر والأهم أن يمر إلى قلوب الجمهور وأن يبقى في الزاكرة أنه هي العشر السنوات عانت السينما السورية ونحن في بداية طور العافية بعودة المشاركة إن كان في مهرجان القاهرة أو أنا بالمسخة الأخيرة من مهرجان قرطاج كان في مشاركة لأفلام سورية وحسد الكثير من الجوائز لأفلام السورية وأيضا بمهرجان القاهرة المخرج جود سعيد ولكن نحن في طور العافية إن شاء الله ونتمنى في قادم الأيام أن تعود ويعود ألق السينما السورية وأن يعود مهرجان دلمشق السينمائي وأعتقد أنه هي من أهم عوامل عودة السينما السورية من ضمن أكثر من عشنا فيلم روائيا قصيرا من القرات الخمسة سجل فيلم سبات للمخرج السوري حسام حم حضوره وسيكون منافسا قويا على جائزة الدرع الذهبية لأحسن فيلم قصير وجوائز أخرى تشمل الإخراج التصوير كتابة السيناريو وجائزة لجنة التحكيمة نحن سعداء بهذا الحضور في هذه الدورة المميزة طبعا نحن في مهرجان إيمدغاس السينما الدولي حريصون كل الحرص أن تكون سوريا حاضرة دائما وأبدا ليس في مهرجان إيمدغاس ولكن في قلوب كل الجزائريين هذه المحبة المتبادلة بيننا وبين الشقيقة الغازيزة الغالية سوريا لا بد أن تكون بطبيعة الحال لا بد أن تكون في كل دورة وأيضا عندنا نجمة نجمة سورية أحبها الشعب الجزاري بأكمله وهي الفنانة القديرة شكران مرتجا التي كرمت في الافتتاح فهذا أعتقد أنه أضافة للمهرجان قيمة أخرى في الحضور العربي أكيد الجزائريين يعني أفلام قيمة مثل باب الحارة وبيت جدي خاصة بيت جدي كنا نحب نشوفه كثير وأفلام أخرى سوريا كنا نشاهدها أكيد يعني كان لها صدق كبير في الجزائريين الجزائريين يحبوا وخاصة في رمضان وخاصة في رمضان مسلسلة سورية كان لها تأثير خاص في رمضان على المشاهد الجزائري مهرجان إمدغاس يشق طريقه كواحد من أهم التظاهرات الثقافية الإقليمية ورهان القائمين عليه أن يشكل الفيلم القصير عنوانا للاهتمام بالقضايا العربية فضلا عن إطلالة المهرجان بجائزة المخرج الصغيرة دعما للمواهب السينمائية الناشئة من بوابة مهرجان إمدغاس الدولي وبقاعة سينمتاك تحضر السينما السورية في قلبي هذا الحدث العالمي تظاهرات تراهن عليها الجزائر كثيرة التي تشكل ملتقا للحضرات وثقفات الشعوب التي تحشق نبل الفن السابع ميلود بن علي سولي الإخبارية السورية من مدينة بادنة شرقي الجزائر